أهلا هنا سنتعلم ضمائر الفاعل وضمائر المفعول subject pronouns object pronouns subject pronouns ضمائر الفاعل تأتي دائما قبل الفعل كما تلاحظون هنا أما ضمائر المفعول فتأتي دائما بعد الفعل كما تلاحظون هنا هنا ضمائر الفاعل عندما تكون أنت أو الشخص الذي فعل الفعل وهنا عندما يكون وقع عليه الفعل أنا أحتاج المساعدة أنت تحتاج المساعدة هو يحتاج المساعدة هي تحتاج المساعدة تعود على غير العاقل مثلا الحيوانات والجمدات سواء كان ذكرا أو أنت فلا يهم نحتاج المساعدة هم يحتاجون المساعدة هنا هل تستطيع مساعدة أنا هل أستطيع مساعدتك أنت هل تستطيع مساعدته هل تستطيع مساعدتها لاحظ النطق هل تستطيع مساعدتها لغير العاقل مرة أخرى أخرى هل يمكنك مساعدتنا هل يمكنك مساعدتهم هنا هل تعود على هم أو هن هل يمكنك مساعدتهم أو مساعدتهم وأي نفس الشيء تعود على أنت أنت أنتم أنت هل يمكنك مساعدتهم أو مساعدتهم أو كل هذا لا يوجد فرق هذه أمثلة أخرى لاستخدام object pronoun يعني ضمير المفعول هناك طريقتين إما يأتي بعد الفعل مباشرة أو يأتي بعد preposition حرف الجر يكون فعل preposition ثم object pronoun can you help me I sent her some chocolate أرسلت لها بعض الشوكولاتة I will miss him سأشتاق إليه where is I'm waiting for him أين هو فيليب أنا أنتظره هنا for يعني بعض الأفعال تحتاج إلى أن تستخدم معها preposition do you want to come with us هل تحتاج أن تأتي معنا why are you looking at me لماذا تنظر إلي